مضت الأشهر الستة من عمر حكومة السوداني بهدوء نسبي هدوء كان مفاجئا بعد عام كامل من عواصف سياسية بين يوم الانتخابات المبكرة وصولا إلى تكليف الرجل المهمة ليست سهلة فالسوداني يركز على ملفات داخلية ومعالجات في الهيكل التنفيذي يقول مؤيدوه وداعموه إنها تحركات صعبة لكنها مهمة لذا فإن حكومته مهيئة وإن لم يعلم بعد للتعديل الوزاري وفق ما أعلنه السوداني منذ نيل الثقة وبقي يكرره بعض المستويات الوظيفية بقرار مجلس وزراء هناك مستويات وظيفية أخرى بحاجة إلى السلطة التشريعية وإلى تدخل البرلمان هناك مستويات أخرى بحاجة إلى توافقات سياسية ورغم المشاكل المثارة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي بفعل تحركات سياسية أو تنفيذية خارج مساحته التشريعية كما يتهم بذلك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من قبل خصومه لكن دعم الحكومة والاستثمار في إبقاء الوضع السياسي هادئا يفرضان نفسيهما على الجميع الجميع يبحث عن هدوء من دون قلاقل وإن حصلت تبقى في إطار التظاهر أو الاحتجاج السيد السوداني اليوم يمثلك أكبر قاعدة وكتلة برلمانية تدعم برنامج الحكومي 280 مقعد داخل مجلس النواب يمكن لأي قرار أنه يمضي بطريقة يسيرة وسهلة جدا داخل مجلس النواب يتحرك السوداني على أكثر من صعيد في الدرجات الخاصة ثم تتغييرات وتعديلات طالت مواقع المديرين العامين وفي عملية التقييم التي حددها هو ثم تمحافظون ووزراء مشمولون بتقييم أدوارهم وأدائهم ليبنى على الشيء مقتضاه كما أعلن رئيس الحكومة يريد السوداني لهذه الحكومة أن تنجح وهذا عمل طبيعي وتريد القوى السياسية الداعمة له أن ينجح فتنجح هي فهناك وعود ومقياس للإنجاز وثم تم ينتظر أي خلل في تحركات الحكومة للعبور من خلاله وتوظيفه سياسية عبدالله بدران بغداد الميادي